اشتركوا في القناة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من مسجد بيت الفتوح في لندن في 29 من شهر نوفمبر 22 حيث تابع الحديث عن الصحابة البدريين وبدأ بيزيد بن ثابت الأنصاري وهو من الخزرج من بني مالك بني النجار والده ثابت بن الضحاك وأمه النوار بنت مالك وهو أخ زيد بن ثابت وقد تزوج من دبيا بنت ثابت حضر يزيد بدرا وأحدا واستشهد في حرب اليمامة زمن سيدنا أبي بكر حيث أصيب فيها بسهم وتوفي في طريق العودة روى يزيد بن ثابت أنهم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من معه فلم يزال قياما حتى نفدت وكذلك ورد عن يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى قبرا جديدا فقال ما هذا قالوا هذه فلانة مولاة بني فلان فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له ماتت ظهرا وأنت نائم قائل فلم نحب أن نوقذك بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس خلفه وكبر عليها أربعا ثم قال لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي له رحمة والصحابي الثاني هو معوذ بن عمر الأنصاري أبوه عمر بن الجموح وأمه هندو بنت عمر شهد مع أخويه بدرا وحضر أحدا أيضا كان والده عمر بن الجموح أعرجا فلم يسمح له أولاده أن يشترك في بدر ولكنه قال لأولاده يوم أحد منعتموني من حضور بدر لكني سأخرج في أحد ولا يمكنكم منعي من ذلك فقال له أولاده أنت أعرج والجهاد ليس بفريضة عليك لكنه لم يرضى بقولهم وذهب لمقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن أولادي يمنعونني من حضور الحرب بسبب مرضي ولكني أريد الذهاب معك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عذرك والجهاد ليس فرضا عليك لكنه سمح له بالخروج لما رأى من حماسته وأسراره فخرج لأحد داعينا الله تعالى اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهل خائبة وقد تحققت أمنيته واستشهد في أحد وحملته زوجته هند مع أخيها بعد استشهادهما على راحلة ودفنتهما في قبر واحد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده رأيت عمر بن الجموح يطأ في الجنة بعرجته ثم تحدث أمير المؤمنين نصره الله عن بشر بن البراء وهو أنصاري من بني الخزرج والده البراء وأمه خليدة بن تقيس كان أبوه البراء من النقباء الاثني عشر الذين أقامهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد توفي قبل الهجرة في سفر وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ذهب إلى قبره وصلى عليه الجنازة بأربع تكبيرات حضر بشر مع أبيه بيعة العقبة الثانية وكان من رمات النبي صلى الله عليه وسلم وقد آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين واقد بن عبد الله شهد بدرا وأحدا والحديبية والخندق وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل بني سلمة وفي رواية بني نضلة من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس على بخل فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل بل سيد بني سلمة الأبيض الجعد بشر بن البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته فقال سلام بن مشكم أخو بن النظير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وسلام بن مشكم هو أخو اليهودية التي أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحما مسموما وقد أكل بشر بن البراء منه وبعد لقمة تغير لونه للسواد ولم يستطع التقلب على الفراش وتوفي وفي رواية أنه مات في مكانه وفي ختام الخطبة أعلن أمير المؤمنين نصره الله أنه سيصل الغائب على المرحومين نصير أحمد وعطاء الدين مبشر وذكر نبدة من حياتهما ودع الله تعالى أن يرحمهما ويلهم ذويهما الصبر والسلوان آمين وخبرنا الأول في هذه النشرة الجماعة السلام الحمدية في مدينة توتينغ في لندن تعقدون دهت السنوية الرابعة للسلام حاملة الجماعة السلام الحمدية رسالة الإسلام الحقيقية والسلمية إلى مدينة توتينغ في لندن لترويجها بين الناس من جميع الأديان في يوم الأحدى الموافق من السابع عشر من نوفمبر 2021 عقدت الجماعة المحمدية في مدينة توتينغ النذوة السنوية الرابعة للسلام وذلك في قاعد كلاسيك بنكويتنغ في مدينة توتينغ حضر هذا الحدث من خمسين نظيفا بما في ذلك قادثت الجماعة الدينية المحلية وعظام المجلس بلدية وونسورت وعظام شرطة العاصمة وعظام المجتمع المحلي من مختلف الخلفيات والمشارب بدأ هذا الحدث بتلاوية المقرآن الكريم إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَائِزِ الْقُرْبَةِ ثم ألقى الكلمة الترحيبية الرئيس الإقليمين منطقة بيت النور في جماعة الإسلام الحمدية السيد شكيل أحمد شكر فيها جميع الضيوف على حضورهم ثم ألقى الكلمة كل منهم استشار سوء مكيني نائبة عمدة بلدية وونسفورد ومارشا دي كوردوفا عضوة البرلمان السابقة عن وونسفورد ومرشحة في الانتخابات المرتقبة والسيدة مايك ريستي القصيس المسؤولة في كنيسة جميع القديسين في توتين والسيدة سارفا كمراجع من الجال الهندوسية والقى سيد أكرم أحمدي نائب أمير الجمال سمي الحمدية في المملكة المتحدة الكلمة الرئيسية وكان معنى التقدير على العمل الدؤوب والدعم الذي تقديم خدمات الطوارئ تم تقديم جواز خاصة لممتل خدمة شرطة وونسفورد ومستشفى سين جورز كما تم تقديم تبرى خيري من الجماعة المحلية لممتل مستشفى سين جورز كما تم توزيع جواز أخرى متنوع تقديرا لعمل الجماعيات الخيرية المحلية والأفراد العاملين في هذا المجال هذا وقت تم الحدث بالدعاء الجماعي الصامت والآن ننتقل إلى الخبر الثاني أقيمت المباريات الرياضية السنوية لطلاب الجامعة الأحمدية في تنزانيا على أرض الجامعة يومي الخامس والسادس نوفمبر تشرين الثاني المنصر حضر الحدث أمير الجماعة والدعية المسؤول في تنزانيا السيد طاهر محمود وقد بدأ البرنامج بتلاوة من القرآن الكريم تبعه خطاب قصيرا ألقاه شيخ أحمد داود موموتو نصح فيه الطلاب بلعب لعبة عادلة والالتزام بأعلى مستوى من الأخلاق لبناء جوة من الاحترام المتبادل بين الطلاب والفرق ثم أما الأمير والدعية المسؤول الدعاء الصامت وافتتح رسميا للحدث استضافت الأيام القللة التالية مجموعة من المسابقات بما في ذلك كرة القدم وكرة الطائرة وشد الحبل وتنس الطاولة وسباق المائة متر وسباق الألف ستمائة متر والمصارع الزراعية والقفز الطويل وسباق العقبات وللعاملين في الجامعة وقيمت بعض الألعاب مثل لعبة الكرسي ومسابقة ملء الزجاجة بالماء ترأس الأمير والدعية المسؤول في تنزانيا الجلسة الختامية بعد تلاوة من القرآن الكريم قام الأمير بتقليد الجوائز للفائزين بالمسابقات وسلم الكأس للفريق الفائز والذي كان فريق الأمانة ثم ألقى الأمير كلمة قصيرة أكد فيها على أهمية العيش بأسلوب حياة صحي وقال إن الغرض من الألعاب والرياضة إضافة إلى الصحة البدنية القيام بالتدريب الأخلاق الأفضل ثم أما الدعاء الصامت مختتما للحدث وإلى خبرنا الأخير في هذه النشرة مجلس قدام الحمدية في بنجلدش يعقد اجتماعه 48 بفضل الله سبحانه وتعالى عقد مجلس قدام الحمدية في بنجلدش بنجاح اجتماع الوطني 48 أيام الرابع والخامس والسادس من أكتوبر 2021 الفائد وذلك في مجلس الجماعة في دكة افتت حامير الجماعة مولون عبدالو الخان شودري بريف قدري اسمي قدام الحمدية في بنجلدش السيد مناد الفهد الاجتماع بمراسم رفع العلم ثم الدعاء الصامت شملت أيام الاجتماع الثلاثة مجموعة من المسابقات التربوية والتعليمية والرياضية وفي هذا الاجتماع تعلم القدام الأطفال معاني كلمات الصلاة بشكل كامل إضافة إلى ثلاثة القرآن الكريم بشكل صحيح وقيمة الجلسة العامة مساء يوم السبت حيث قدم السكرتير الوطني التقرير السنوين ثم قدم السيد حسن خان شودري كلمة حول تطور التصالات خادة وقد عقد اجتماع الأطفال الوطني مساء يوم السبت وحضروا 450 طفلا وكانوا الحضر الكلي لاجتماع هذا السنة 1808 خادم وطفل من 78 مجلس وهذه أعلى نسبة حضور تسقل على الإطلاق في تاريخ مجلس خدام الأحمدية في بنجلدش وفي هذه السنة حاصل مجلس خدام الأحمدية في تشيتا قونغ على قائزة أفضل مجلس خدام في بنجلدش وذلك بسبعة من المتميز طوال العام والحمد لله وفي مساء يوم الأحد اختت مارس مجلس خدام الأحمدية في بنجلدش الاجتماع بتقديم الجوائز ثم أما الدعاء الصامت بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا لهذا الأسبوع ولمزيد من الأخبار يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة على الشاشة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر